وعودة للخبر الأبرز وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن استدامتها الاقتصادية وإزالة المعاوقات الإدارية أمام المستثمرين جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اجتمع السيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد عمر حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واطلاعها بملفاتها وتنفيذ المستهدفات المتضمنة ببرنامج عملها لسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة بما يضمن استدامتها الاقتصادية وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين مشددا على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليا باعتبارها هدفا استراتيجيا للدولة وطريقا أساسيا لتحقيق التنمية والتقدم